اشتركوا في القناة وقعاتنا اليوم ليوم الجمعة 17 كانون الأول ديسمبر القمر اليوم موجود في منزلة الهقعة وبدو ينتقل لمنزلة الهنعة يعني بدو يكون في الثور وبدو ينتقل من الثور للجوزة طبعا بالنسبة لمنزلة الهقعة بما أنه رح يظل القمر فيها لساعات الصباح هاي المنزلة حكينا عنها يوم أمس انها سيئة ولا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع يعني مثل استخراج السموم والأسحار والأعمال وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد من ساعات الصباح اللي هو الساعة 25 دقيقة بتوقيت جرينيش صباحا من صباح يوم الجمعة القمر رح ينتقل وصير في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول بما أنه القمر ما زال لحد الآن في برج الثور بيظل بعض صفات برج الثور بتأثر على جميع الأبراج لأنه حكينا أنه قبل منتصف الليلة القمر رح ينتقل للجوزة فهو في آخر ساعات الآن فترة خلوة المسار فعشان هيك القمر يعني بعطينا بعض الصفات اللي هي الحذر الممتلكات البيت الاهتمام بالبيت بالعائلة بالأمور هاي وبالأمور المالية بالنسبة للزوايا البطيئة اللي ما زالت مأثرة علينا هي أول زاوية هي زاوية التزديس الإيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي حكينا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 24-12 تدفع بحدودنا بصورة عامة على المستوى الشخصي والنفسي والاجتماعي والمهني مرضو أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس منفصلة بين الزهرة وبين المريخ وهاي مستمرة لغاية يوم 19-12 بتخلي إنه في جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية اقتران تيجي ممتزجة يعني بين إيجابية وبين سلبية هي بين الزهرة وبين بلوتو ذروتها هاي رح يعني مضت ولكن في ذروة أخرى قادمة خلال فترة هذا الشهر هاي زاوية إجمالا هي مستمرة لأيوم 30-12 هاي زاوية عادة إيجابيا بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابيا بحيث أنها تتدعم وتتعزز أكثر وأكثر ولكن من ناحية سلبية تدفعنا للعنف وبيجعل مزاجنا عدواني وعصبيي المزاج منكون وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة الضعيفة هذه القوية تتجانس مع بعض هنا الضعيفة ممكن يصير في خلاف ما بينهم وفي حياتهم وعلاقاتهم العاطفية أكثر وأكثر وتوصل لمرحلة الانفصال بالنسبة للزاوية الأخيرة البطيئة برضو اللي إلها تأثيرات هي زاوية التربيع بين الزهرة وبين أورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم 13 واحد هاي بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات طبعا هاي الزاوية اللي إلها علاقة بعواصف مدمرة زلازل طائرات سكة حديد حوادث يعني أحداث طبيعية إجمالا وخصوصا في فترة انتقال المريخ برضو دخلته كانت عنيفة شوي فشفنا كمية العواصف اللي صارت في الأيام الماضية وما زالت مستمرة طبعا وبتدل على بعض الإضرابات والاشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة بالنسبة للزاوية اللي قبل خلو المسهر وذكرناها يوم أمس هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين المشتري وهاي اللي اليوم مثلا بتكون ذروتها ساعة أربعة وثمان دقائق مساءا بتوقيت جرينيش طبعا هاي مستمرة تقريبا لساعات الصباح يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسهر يعني خلو المسهر الساعة أربعة وثمان دقائق مساءا بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيش طبعا احنا من بث الحلقة الساعة ثنتين بتوقيت جرينيش يعني بمعنى آخر انه ضايل كمان ساعتين وببدأ خلو المسهر هذا بيعني انه فترة خلو المسهر فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسهر الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيش القمر بنتقل او بصير انتقل وخلص استقر في برج الجوزاء في هاي الفترة مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق الوعد او كلمة قال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بعد خلو المسار مباشرة بصير في عنا زاويتين يعني بعد الانتقال مباشرة بصير في عنا زاويتين الزاوية الاولى هي زاوية التقابل ايجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة واحدة وستة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش طبعا هاي الزاوية مستمرة بتظل تأثيراتها لغاية ساعات الظهر تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه في هاي الفترة يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد والاشخاص اللي بكونوا محبطين عاطفيا ممكن يثوروا ثورة عارمة من الغضب الزاوية اللي بعديها هي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام ساعة خمسة وسبعة وهمسين دقيقة مساء بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خصوصا مع انتقال القمر للجوزاء بصير الكتفين والذراعين اليدين الجهاز التنفسي انبيب الشعب الهوائي والرئتين الوصلات العصبية للمهارات الاستشعارية اللي هو الجهاز العصب بمعنى اخر والحركة الشعيرات الدموية نظام التبادل احنا منسميه في الطب طبعا هدولا اللي اكثر حساسية فعشان هيك اي اشي غير هدولا ممكن انه نعمله عملية جراحية خلال هذا اليوم هاي الاعضاء اكثر حساسية الا اذا كان الامر اضطراري جدا ممكن انه نعمللها عمليات ولكن يفضل اما علاجات او استشار الطبيب بهاي الاعضاء ولكن للعمليات الجراحية اي شي غير هدولا اللي احنا ذكرناهم طيب هذا اليوم يعني مناسب لعمليات التجميل مع اخذ بعين الاعتبار انه تأثيرات التراجع تبعة الزهرة بدأت فعشان هيك اذا مش اضطرارية مش لازمة لا تعملوها اذا مضطرين للامر ولازم الامر بتنعمل على حذر يعني هذا رأي يعني مثل الحقن والجراحة والامور هاي لانه ممكن النتائج ما تكون مرضية هاي الفترة لا تصلح لازالة الشعر الزائد تصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ وتصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا طبعا مناسب ما فيه اي مشاكل ولكن مع اخذ بعين الاعتبار اللي هو البرستيمول او البندول حبتين كل ست ساعات لمدة ثلاث ايام بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون يوم الاحد يوم تسعة عشر اتناعش بيبدأ فيه تمام الساعة ستة ودقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة واحد واربعين دقيقة صباحا برضو بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعديها لبرج السرطان اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل في ثلاث عشر يوم في تمام الساعة واحد وعشرين دقيقة بعد الظهر بيصبح اربع عشر يوم نسبة الاضاءة ثلاث وتسعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناعش سعيدة بنسبة خمسة في المية القمر في الثور بدين انتقل للجوزاء ورح يمكث في الجوزاء لغاية يوم تسعتاش اتناعش سعيد بنسبة خمسة اتناعش في المية عطارد في الجدي حتى يوم اثنين واحد سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم تسعتاش اتناعش بعدين بتبدأ عملية التراجع طبعا حلقة التراجع نزلت اللي ما حضرها يروح يحضرها لانه فيها تنبيهات وفيها تحذيرات لجميع الابراج مهمة جدا للجميع طبعا هو اليوم برضو سعيد بنسبة ثلاثين في المية المريخ في القوس حتى يوم اربع وعشرين واحد منتحسة بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسعة وعشرين اتناعش سعيدة بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو حتى يوم اربعة ستة منتحس بنسبة عشر في المية ورانس في الثور بيتراجع حتى يوم ثمنتاش واحد منتحس بنسبة عشر في المية نبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتوف الجدي حتى يوم تسعة وعشرين اربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل يعني بدنا نحسب انه من الان لغاية ساعات منتصف الليل القمر ما زال موجود في برج الثور هو مش لمنتصف الليل قبل منتصف الليل بيكون انتقل ولكن تأثيراته لمنتصف الليل عشان يكون الوقت دقيق بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط ولكن هي بنفس الوقت اللي احنا ذكرنا فعشان هيك ما زالت الاجواء بتركز على الامور المالية بالنسبة لبرج الحمل ممكن تكون بعض الامور مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم مش هالقوة الكثيرة لكن اهم اشي انك تقللوا من مصاريفكم من خلال هاي الساعات ولكن من ساعات المساء من ساعات منتصف الليل بتنشغلوا في امور لها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وبتنشطوا فيها بشكل كبير بصير اليوم يعني عندكو طاقة عالية جدا وعندكو رغبة بانجاز كثير من الامور هذا يوم يعتبر مناسب للخروج في نزهة قصيرة او للتعامل مع الاخوة مع الجران او اجتماع لقاء لهم بدك تحاول انك تكون عنصر ايجابي وحاول انك تضبط اعصابك ما تسبب بالنفور للاشخاص اللي بتتعامل معهم بدك تتفاهم مع الاخرين حاول انك تكون هادئ حاول انك ما تفوت عليك فرص المصالحة والتسوي خلال هذا اليوم اذا ما زبطت من اول مرة كرير المحاولة رح تزبط اهم شي انك ما تستسلم حاذر من السرعة وحاذر اثناء حركتك من سوء التفاهم برج الثور طبعا من الان لمنتصف الليل فقدكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتقدروا تبادروا بخطوة جديدة ولكن بدون ما تتخذوا قرارات او توقع عقود لانه احنا في فترة خلو مسار فعشان هيك بتركزوا بالامور اجلوها لبعد انتهاء خلو المسار من ساعات منتصف الليل الاجواء بتتغير بيصير الجو عندكم له علاقة بالمال او البحث عن المال او تعديل فرص مالية او حل مشاكل مالية الاجواء بتصير ممتازة وبتحمل معها فرص مالية خلال هذا اليوم والفرص هاي بتكون مفاجئة او ممكن تدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا في امور الها علاقة بالاتصالات والزيارات وممكن تهتموا للترويج لخطة او للقيام بزيارة او موضوع معين اهم اشي انك تستغل هذا اليوم وتتشجع عالج المسائل الادارية والتمولية اللي بتطلب منك توقيع بدك تعالجها بشكل جيد وتتأكد من الاشياء قبل ما توقع عليها وممكن يكون لك بعض المتابعات القانونية او بعض الاوراق الرسمية اللي بتطلب منك الاهتمام بشكل اكبر برج الجوزاء طبعا ما زالت الاجواء فيها نوع من انواع الضغط لانو القمر لسنا ما انتقل عندك فبدنا نعتبر انه من ساعات منتصف الليل بنتقل عندك عشان هيك من الان لمنتصف الليل حاول انك تكون هادي ما تتعب نفسك انتبه لطاقتك انتبه لمعنوياتك ما تضغط حالك كبير ما تتخذ قرارات حاسمة بالفترة هاي يعني بمعنى اخر لا ما زالت الاجواء مش مساعدة لالك من ساعات منتصف الليل الاجواء بتتغير تماما لانه القمر خلص رح يكون وصل لعندك فعشان هيك بتصبح ثقتكم بانفسكم كبيرة بعمكم النشاط بتقدروا تبادروا بخطوة جديدة ممكن انها تدعم من مركزكم الاجتماعي فعشان هيك حززوا اللقاءة الاجتماعية خلال هذا اليوم يعني تعتبر انت بلشت بفترة مميزة واستثمائية والجو بيدعوك لبذل جهد من اجل اشاعة السلام وبلوغ التفاهم ما بينك وبالناس اللي انت بتتعامل معهم تعتبر انت بدأت بمرحلة جديدة وتعتبر من افضل واقوى ايام الشهر دعم لا اليك فعشان هيك يحاول انك تأخذ المبادرة بالاتجاه المطلوب برج السرطان طبعا الاجواء ما زالت جيدة لان القمر موجود في بيت الاصدقاء لغاية منتصف الليل بعدين بدي انتقل لبيت المتاعب من الان لمنتصف الليل ابتسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم او لقاءهم ممكن يفاجئكم احدهم بتصرفاته او طلباته ولكن حاول انك ما تفرض سلطتك عليهم ما تتحكم انت بالاصدقاء او تتزمت برأيك فبدك تكون مرن شوي لايش لانه الاجواء اول ايش خلوم مسار واثنين انت متجه باتجاه انه القمر رح يكون في بيت متاعبك عشان هيك يعني بدك تضبط اعصابك شوي في ساعات منتصف الليل خصوصا القمر رح يكون استقر في الجوزاء في بيت متاعبك فبتدخل في فترة صعبة شوي اللي هي يومين وربع بتتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني بدكوا تنجزوا اللي بتقدروا عليه من عمل حاولوا انكو اعمالكم ما تخلوها تتراكم عندكم ما تهملوا صحتكم ما تراهنوا على الحضوظ ممكن تعاني من بعض الركود ومراوحة المكان اهم اشي انك ما تجازف بصحتك او بعلاقاتك لانه شوي افكارك مشوشة والظروف برضو مخيبة للامل برج الاسد ما زال القمر موجود في بيت السمعة عشان هيك حاولوا قدر الامكان من الان لمنتصف الليل ما تشوهوا سمعتكم الاجواء مش متقبلة او متحملة اي تشويه للسمعة لا تجازفوا لا تغامروا لا تخالفوا قوانين لا تعادوا اشخاص لا تدخلوا بمشاحنات حاولوا قدر الامكان مشوها باي طريقة فيها روح المسالمة لمنتصف الليل من منتصف الليل بكون انتهى خلو المسار واستقر القمر في الجوزاء برج حليف لالكم بعدها بصير الاجواء هي لحالها تلقائيا ايجابية بتسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم الاجواء بتصير ايجابية ممكن يفاجئكم احدهم بتصرفاته او بطلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم الضغوطات حاول انك تكرر المحاولات اللي بالاول ما زبطت او بالايام الماضية ما مشت معك لانه الان المرحلة صارت شوي ايجابية اكثر فهاي فترة مناسبة للانضمام لجمعية او مؤسسة او حتى للقاءات اجتماعية ممكن انها تتلاقى مع طموحاتك برج العذراء القمر ما زال موجود بالثور واحنا مقبلين على فترة خلوم مسار فعشان هيك ممكن يصلكم خبر من بعيد وتنجحوا في امور الها علاقة بالسفر والاتصالات وتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم باحباكم ولكن اهم شي حاول انك ما تندفع وما تتهور اثناء قيادتك للسيارة خصوصا على الطرق المفتوحة واثناء حواراتك واللي عنده امتحان او مقابلة في هذا الوقت عندهم نهار يعني حاولوا قدر الامكان ما تعتمدوا على الحضوض من ساعات منتصف الليل القمر رح ينتقل ويصير في بيت السمعة عشان هيك بتدخل على فترة شوي فيها نوع من انواعها الصعوبة لانه هذا البيت بيمتحن قدراتك الشوي الجو صحيح انه بنفع للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تعديل على طبيعة عملهم بتقدروا تثبتوا جدارتكم امام المسؤولين ولكن تعتبر هاي الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي لانه هذا بيت الامتحنة فيه يا تكرم يا تهان فعشان هيك الفترة هاي حاول قدر الامكان تبعد عن اي شيء بشوه السمعة مهما كان حتى لو مخالفة تصير ورضو بالفترة هاي ممكن تحمل قلق على احد افراد العائلة ممكن تواجه مسئولية او عبئ مهني اهم اشي انك ما ترتبك في المواقف الحساسة لانه الجو العام جمالا في صعوبة برج الميزان يعني الاجواء الان الها علاقة برضو بالامور المالية ما زالت لانه القمر لسه ما انتقل للبرج الحليف لايلك فعشان هيك حاولوا انكوا تهتموا بالامور ممكن تهتموا لمكسب مالي صلة الو صلة بشراكة او تعويض ممكن تهتموا بالان بصحتكم او بصحت قريب لالكم بحاجة للرعاية ممكن تهتم لامور مالية في الامور المالية تتعلق بالزوج او بالشركاء طبعا حاول انك ما توقع على اوراق او معاملات دون قراءتها ويفضل انك ما توقع عليها نهائيا فترة دخلوه للمسار تأجلها لمنتصف الليل بعد منتصف الليل الجو رح يصير افضل بكثير لانه القمر رح يصير في برج حليف الو البيت التاسع لائلات في الجوزاء فممكن يجيكم خبر من بعيد ممكن تنجحوا باتصالات تهتموا بمواضيع سفر تعاملكم مع الاجانب الامتحانات القضايا القضائية كلها هاي رح تكون لصالحكم الفترة هاي فعشان هيك من منتصف الليل بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم باحبائكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح اوضح واكبر وبتصير بشكل واضح وبتعاود انت لامساك للامساك بزمام الامور هاي فترة ايجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر او تجاوب احبائك معك او اللي بتتعامل معهم معك في بعض مواليد الميزان ممكن يكون عندهم سفر محتمل برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود مقابلك تماما فعشان هيك واحنا في فترة خلوه مسار الان يعني مقبلين عليها لغاية منتصف الليل فعشان هيك الوقت مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وخصوصا لو كان شريكك بالمال او شريكك بالعاطفة وبتقدروا تعززوا شراكاتكم سواء المالية او العاطفية ولكن ضبط الاعصاب مطلوب بدون مشاكل او خلافات او صدامات او فرض الرأي من ساعات ما بعد منتصف الليل بتتغير الاوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي الوصلة بشراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب الكم بتكون بحاجة الى الرعاية حاول انك يعني ممكن انك تفكر ببعض الامور المستقبلية او اشيء لا امانك في خلال هذا اليوم ولكن حاول قدر الامكان انك ما تتسرع بالامور المالية قدم التنازلات وتراجع عن بعض الخطوات والقرارات اللي سببتلك ازعاج في الايام الماضية او بعض العدوات الاجواء جيدة للمبادرات المالية وممكن تحصل على بعض المكاسب ولكن في بعض المصاريف اللي ممكن ان تكون عائلية او استشفائية برج القوس طبعا القمر في البيت السادس يعني مراحل المقابلة وعنده انتصف الليل بده ينتقل ويصير في البيت السابع يعني مقابلك تماما الان بتركز الوضع من الان لمنتصف الليل على العمل فعشان هيك حاول تنجزوا اعمالكم حاولوا يعني اللي بتقدروا عليه ما تخلوا الاعمال تتراكم عشان ما تتسجل عليكم نقاط نظموا جدول غذاكم خذوا قصة من الراحة وبرضو انتبهوا لصاحتكم لصحتكم من ساعات ما بعد منتصف الليل الاجواء بتصير شوي مناسبة على مستوى الامور اللي بتطلب تعاون من طرف ثاني او علاقتكم مع شركة المال او العاطفة او المصالحات ما بينك وبين الازواج او تراجعا بعض القرارات بتكو تحاضروا من الانفعالات لانه اليوم شوي ممكن يصعب التفاهم معك عشان هيك ممكن توقع في ورطة انتي بغنى عنها من وراء عصبيتك الجو العام متوتر وممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة اليوم بدك تكون صبور وتحاول انك ما تتذمر لانه الفترة هاي خالية من الحظ وخصوصا انه كمية الكواكب اللي قاعدة بتتحرك هاي شوي جردت بعض الحظوظ لا تعتمد عليها وموقع القمر مقابلك تماما مش لصالحك برج الجدي طبعا الاجواء الان يعني ما زالت على المستوى العاطفي جيدة وبترغبوا في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم وبرضو بوسعكم ممارسة نشاط فني ولكن حاولوا انكم ما تفرضوا سلطتكم على احباكم ما تحاولوا تتحكموا فيهم بقراراتهم يعني بدك تمسك اعصابك شوي من ساعات ما بعد منتصف الليل القمر بدو ينتقل ويصير في البيت السادس فعشان هيك ممكن تتراكم الاعمال رغم انه انتوا عندكوا قدرة على انجاز بعضها ولكن برضو ممكن تتراكم لانه الوقت ممكن يتداخل مع بعض في اكثر من عمل في نفس الوقت فعشان هيك تتنظموا جدول غذائكم تأخذوا قسط كافي من الراحة حاولوا انكم ما تلتهوا بالقشور والامور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والارباح حاولوا انكم تراقبوا الوضع الصحي لانه هذا بيت العمل وبيت الصحة حاولوا انه ما تخلوا اعمالكم تتراكم او تهملوا انجاز اعمالكم خلال هذا اليوم او تهملوا الامور الصحية فعلى الجهتين بتكونوا الدقيقين اللي بشعر باي شيء غير اعتيادي راجع الطبيب طبعا ما فيه شيء بخوف ولكن نوع من الاحتياط برج الدلو بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ولكن بدون عصبية بدون مصاريف زيادة بدون قرارات الها علاقة بالبيت والعائلة او حسم امور خلال هاي الساعات من الان لغاية منتصف الليل بعد ساعات منتصف الليل الاجواء تلقائيا رح تتغير فبترغبوا في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم بغسعكم ومارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا وممكن اليوم تجد حليف يدعم تصوراتك اهم شي انك ما تستسلم وحاول انك تكرر المحاولات اللي ما زبطت معك في الايام الماضي اليوم ايجابي وداعم للك بقوة ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة او تميل للسفار او المشاركة في رحلة عمل او للترفيه او للمغامرة الاجواء رومانسية وناجحة ممكن يكون بس الاشي اللي بده نوع من انواع الرقابة انه ممكن يكون فيه قلق حول احد الاحبة حولوا برضو ما تفرضوا رأيكم على احبتكم في خلال هذا اليوم لانه الاجواء ايجابية فما تخسروا منها اكثر ما بتكسبوا خلوا الاجواء مارينة برج الحوت بتنشطوا في امور الها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات الاجواء جيدة ولكن بدكوا تنتبهوا اثناء تنقلاتكم اثناء قيادتكم للسيارة اثناء حركتكم من الان لغاية منتصف الليل اللي عنده امتحان او عنده مقابلة برضو بده يدرس ويستعد بشكل جيد من الان لمنتصف الليل لانها فترة كله مسار اليوم هاد ممكن يكون لك او الان ساعات هاي ممكن يكون لك في مناسبة او تعامل مع اخ او جار او اتصالات كثيرة ما تحسم امر وما تعصب وما تفقد السيطرة على عصابك من ساعات منتصف الليل القمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع عشان هيك الامور العائلية بتبلش من ساعات المغرب تظهر على الساحة حاولوا انكم يعني تدخلوا التعديل المطلوب على مسكنكم اليوم ان وجب الامر تقديل ديكور تصليحات مشتريات ولكن بدون شغلات يعني مش مهمة ممكن اليوم تعززوا الروابط العائلية اهم اشي انك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وادائك حاول انك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة لاي احد من احباك او من افراد العائلة بيحتاجها الاجواء جيدة ودعمة للك رغم انه ممكن تظهر بعض المسائل العائلية اللي تكدر خاطرك او اللي تزعجك ولكن اجمالا الاجواء جيدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان 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 ا